إذا في واحد ما زال شوقه يغالب ولم يستطع أن يجعل له وردا يوميا في القرآن الكريم في كل يوم ما هي النصيحة التي نوجهها له كيف يصنع لنفسه وردا قرآنيا في كل يوم معنى كلمة الورد هي الطاعة النافلة التي يلزم الإنسان نفسه بها إذا ألزم الإنسان نفسه بطاعة مشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مستديم هذا معنى كلمة ورد فالورد هي مقدار من القرآن الكريم يقرأه أو يسمعه يقرأه أو يسمعه يوميا من لم يستطع القراءة فعليه بالسماع كان لي صديق من أكثر من 45 سنة صاحب مطبعة ويريد أن يحفظ القرآن ووقته لا يسمع فلجأ إلى الكاسيت في ذلك الزمان الكاسيت هو المستعمل وبدأ بيشترى ختم للحصري رحمه الله ووضع الشريط الأول يسمع يبيع ويشتري ويسوي فواتير وكذا وهو يسمع انتهى الشريط يعيده انتهى الشريط يعيده يقلب ويقلبه شهر شهرين على شريط واحد إلى أن يشعر أنه حفظه يذهب إلى أستاذ يقرأ عليه فإذا أقره الأستاذ ما يقول أجازه أقره يأتي إلى الشريط الثاني جميل وهكذا يعني الشاهد معلومكم في الحجاز بيقوله مكة مات بعد عن عاشقها أي مكة مات بعد عن عاشقها يعني اللي بيحب مكة بيعرف كيف يوصلها يوصلها فهل يريد القرآن مو صعب عليه أبدا أن يوجد لنفسه وقتا يوميا إذا من يوميا يوم بعد يوم المهم ألا نكون في كلمة مهجورة التي وردت في سورة الفرقان وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة هذه كلمة يعني صور تشكوا إلى الله عم تشكوا هؤلاء إلى الله يعني فالله لا يجعلنا وإياكم من الذين يهجرون القرآن وهو كلام الرحمن والله فيه كل الدواء والله فيه كل يعني هذا العبد أن يصلي حافظوا القرآن خمسين سنة أحيانا تأتي كلمة في آية أنا أندهش بها أندهش يعني كأنني كما يقولون لم أسمعها من قبل لعله في الماضي كنت أنتبه إلى المعنى الإجمالي أنتبه إلى الحروف إلى الوقف والابتداء لكن ما انتبهت يعني ما انتبهت إلى هذه الكلمة كان بزمان وما كنت صغير كان من عادتي أن أقرأ الملك كل ليلة الله يغفر لي ويرحمني لكن الله يغفر لنا ويرحمنا المهم كنت أقرأها بشكل عادي يوم من الأيام صارت معي مرة واحدة بديت فيها تبارك الذي بيده الملك أنا قلت الملك وقفت مع كلمة الملك وسرح فكري فيما يندرج تحت كلمة الملك تدبرا وتأملا إيش الملك السماوات الأولى الثانية السابعة العرش الكرسي الأرض الناس البشر ملائكة هذا كل اسمه ملك وبيده الملك أين نحن من ربنا ما أصغرنا ما أتفه حجمنا ومع ذلك ربنا يتنزل إلينا ويخاطبنا بستمائة صفحة فألا نخجل ألا نقول يا ربي نريد أن ننظر من أنت ماذا وصفت نفسك في كتابك حتى نعتقد ماذا أمرتنا حتى نفعل ماذا نهيتنا حتى نترك ماذا وعدتنا حتى نؤمن ونوقن الله يحققنا بذلك في هذا الشهر الكريم الله أمين يا رب إزاكم داخل شيخنا الكريم